ازايك يا سيد؟ عايز ايه يا مانال يا انت نال نالك، شكلك زعلان، زعلان ليه؟ يعني انت مش عارفة انا زعلان من ايه؟ لا صدقني انا مش عارفة انت عرفت تحل الاكزام اللي احنا اخدناه النهاردة في الماس؟ حلت كويس يعني؟ نعم يا اختي، يعني انت مش عارفة انت كل شوية مخبية الحل بتاعك واقول لك شيل ايديك والنبي عايز احل اي حاجة وانت برضو فضلت برضو مخبية الحل بتاعك صحة ولا لا؟ كنت محل الغلط والله؟ بتحل الغلط ومخبية ليه؟ خايفة على مصلحتي؟ طب قول لي اعملك ايه علشان ارضيك؟ اشرحيلي listen to في الماس موافقة، بص يا سيدي ايه يا قليل موسيقى 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 كل حكا انك ازايد تكرأ النمبر اللي هي البيج نمبر عندك مثلا النمبر ده اسمه 351 وده برده لما نجي نقرأه بيكون 241 وبرده النمبر ده بيكون اسمه 468 تمام كل ده تمام وكل ده أنا عارفه وبعدين طيب لما نجي بقى نكبر النمبر ديت نحطه مثلا كمان 3 ديجيتز زي مثلا 954 3 ديجيتز دولت اسمهم 1000 باريود ما معنى؟ لانه النمبر ده لما يقرأ لازم نقول وراه كلمة 1000 فيبقى النمبر كله لما نجي نقرأه 954 1000 351 برضه النمبر لو جنة جنب 241 حطنا جنبها مثلا 468 468 ديت اسمه 1000 باريود لما نجي نقرأ النمبر كله على بعضه بنقود 468 8241 وبرده الثرد نمبر 468 لو جنة حطنا جنبي 3 ديتس وليكن مثلا زي 574 لما نجي نقرأه هنقود 574468 ممكن انت باتك رؤهم تاني كده؟ اوكي 954 351 468 241 574 574 468 برافو عليك يا سيد في كمان تسيرد باريود بتيجي بعد البريود 508 لو جنة حطينا هنه برضو 3 ديتس زي 102 البريود ديت اسمه مليون باريود عرف لي؟ علشان لما نجي نقرأها بنقرارها كلمة مليون يعني لما نجي نقرأ الريدي للنمبر ديت هنقود 102 مليون 954 351 ياه كل ده نمبر؟ بس سهلة يعني هي مستعبة لسه في كمان باريود في كمان نيجست باريود طب كويس ماشي كملي طيب لو انا حطيت الديجيس ديت 214 تعرف تقرأ الري النمبر دي كله؟ اه طبعا 214 مليون 468 241 very good طيب لو حطيت 864 هنا النمبر دي كله على بعضو يقرأ ايه؟ 864 مليون 574 468 very excellent تعالا با ناخد الفارس باريود اللي هي مليارد باريود لو حطينا هنا مثلا نمبر 5 نمبر 5 هيا نقرأ 5 مليارد 102 مليون 954 351 بردو في النيجست ديجيس لو حطينا هنا مثلا 9 9 مليارد 214 مليون 468 241 وفي النمبر الاخير لو حطينا بردو 6 هيكون 6 مليارد 864 مليون 574 468 خلينا با لك يا سيد in math every digit in a number have more value يعني كل ديجل في النمبر لا هو حكة اسماه res grade 현재 traverse مثلا абсолютно مكانه كل ديجيت له مكان والمكان ده بيكون له حاجه اسمه value بس اهم حاجه ان احنا ناخد place value عندك مثلا زي number one hundred two million nine hundred fifty four thousand three hundred fifty one عندي هنا الone place value بتاعتها بتكون the ones والfive الplace value بتاعتها بتكون tens والthree place value بتاعتها بتكون hundred يب احنا كده عندنا ones tens hundred بعد كده الفور هنا its place value is thousand thousand and the next digit its place value is ten thousand ten thousand and the digit nine its place value hundred thousand hundred thousand يب اعرف تقولهم من تاني كده؟ اه طبعا سهلة جدا نعم احنا 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 نعم ا 100 مليون في الهنة 5 سنقوم بمليار مليارد وممكن نقول عليها باليون يعني ممكن نقول عليها مليارد وممكن نقولها كمان باليون يختل بالراحة بالراحة يا مناني أنت نال بالراحة أنت ما كانت كلام بالراحة علي علشان أفهم ولا ولا احترم نفسك ما قلت تقول منان أنت يا لدي بس والله هخلي دهرة قدامه ووشك ورا ما أخلي الناس تعرفوا أنت ماشي بالشارك إذا كنت رايح ولا راجح لا 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 بأهزر بس يا ملياري يا مناموني ده أنا بأحبك يا مناموني لا بأهزر بس كملي 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 فايدة place value أنها بتعرفني الأكتشوال value for each digit عندي هنا الones tens هندرد ساوضم تن ساوضم هندرد ساوضم طيب أنا عندي هنا ال8 في الones ده معناه 8 once يعني 8 times 1 8 times 1 فبتكون الvalue بتاعتها بتكون 8 عشان كده 8 in one's place الvalue بتاعتها بتكون 8 بردو عندي هنا 6 place value بتاعتها بتكون ايه يا سيد برافو عليك يا سيد برافو عليك يا سيد بردو عندي هنا فأصدق هنا لو على أصدق هيكون 6 tens يعني 6 times 10 equals 60 وال4 in 100 هيكون الvalue بتاعتها 4 times 100 equals 400 وال4 and thousand place الvalue بتاعتها تكون 4 times 1000 equals 4000 وهكذا برافو عليك يا سيد او انت كده فهمت الفكرة الاساسية في اللسن ايه رايك شكرا لك يا منال شكرا لك لان فهمت اللسن تيجو يلا يا أصحابي نحلل الexercise بتاع كتاب المعاصر شكرا لك يا منال